اه طبعا هني مثل ما شفتو اني درجت الصورة والصورة تحتوي على ان الجملة ان اكل احمد وتفاحة نشوف هني ان طلبت ان او الشي اللغة صف اللغة العربية طبعا كله الطلاب اذا متوفر عندي كذا طالب اقدر ارسله بشكل خاص مثلا الطلاب ما استلموا والواجب اليطاف طاف عليهم الواجب اليطاف فاقدر ارسله بشكل خاص بس انا متوفر عندي في طلاب اهني ان نقاط ابي مثلا من عشرة نشوف هني موعد مطلوب للتسليم حطيت ان يوم الثلاثة 15 نوفمبر ساعة 5 وتسعة و ساعة 11 وتسعة و خمسين اه الموضوع ان الموضوع انه واجب العرام نشوف اخر شي هني مكتوب على القواعد الاساسية لو نظل تغلطون عليها طبعا شن القواعد اساسية لتقييم اللي هي تقييمين الطالب بالاختبار او بالواجب نشوف هني انشاء قواعد تقييم اعادة استخدام قواعد تقييم او ان استيراد من جدولة بيانات طبعا ان انشاء اتمن واحد جديد او تسوي قاعدة بتقييم جديدة اعادة استخدام تكون قاعدة او قاعدة تقييم عندك يعني متوفرة عندك فتعيدين استخدامها او ان استيراد من جدولة بيانات طبعا انا اخر خيارة مو تفري عندي فاضطر اني انشاء قاعدة بيانات لو تشوفون هني اعراب الجملة اللي هو العنوان بعدين اضف المعايلة تستخدمها لتقييم الطالب او شي العنوان اللي هو الاعراب عفوا اللي هو ان اه مثلا التصحيح الوصف مثلا الواجب انشوف هني النقاط المطلوبة مثلا راح ازيد النقاط اللي هو مثلا جايب علامة كاملة اللي هو عشرة من عشرة عنوان المستوى اللي هو ممتاز اللي هو عصف مثلا اكتب ان حل الاسئلة بشكل صحيح فان اكتب حل الاسئلة كاملة عفوا وصحيحة بعدين اقدر هني اضيف مستوى ثاني مثال انما اخذ خمسة جيد جدا عفوا عفوا نقاط ادعي جدا مثلا ان حل الاسئلة بعضها صحيح انا ما اخذ خمسة اضيف المطلوب الثاني او ان مثلا انكم اخذ صفر اللي هو راسب طبعا لم يحل الاسئلة كاملة او لم يتم حل الاسئلة او لم يحل الاسئلة طبعا لو تشوفون هذه اللي هي التقييمات اقدر هني مثل ما تشوفون ترتيبها تنازليا تنازليا من الكبير ليل الصغير او تصاعديا من الصغير ليل كبير اقدر من تحت اضيف معيار اكثر من معيار واقدر يعني بس المعيارين عفوا النتاث معيارات هذه اقدر ان اصدر النتيجة تكون النتيجة اخر شيء واضحة واقدر ان ما اخليها فممكن اني مثلا لو اغلقها هل تريد يقاف استر نتائج طبعا انا ما ابي اوقفها بالعكس خليها تكون واضحة واضغط على كلمة تحفل طبعا اهني ما رح يضغط على كلمة تحفل لانه انا اضفت المعيار مثل ما تشوفون هني انا اضفت معيار وطقت حفظ وما عبيت المعيار فحطيلي علامة حمراء انه ما رح انه في خطأ ويرجأ اصلاح الخطأ انا يعني اضفت المعيار مثلا بالغلط وما ابي اضيفه فهني فيه ثلاث نقاط راح اضغطها وحذف هذا المعيار اول ما احذف هذا المعيار لو اضغط على كلمة تحفظ راح يتم معي اه مثل ما تشوفون هني لو انا ابي ارسل الواجب اشوف هني اول شيء اعينا اني ادزع على طول اه تحديد الجدول الزمني اهني مثلا ابي اخلي ادزع الواجب خلص 15 فمثلا ابي ادزع 14 الساعة 9 او انها ساعة 10 تحديد الجدول هني تحدد الجدول او انا الحين ابي ادزع الحين راح احط تعديل يا اني اذا تعين راح ارسله الحين او اني حفظ كم سودة احفظ كم سودة ومتى ما ابي ارسله ارسلته الحين مثلا تعين هتريد اني تعين سيشاهده الطلاب المهم الدراسية تعين مثل ما تشوفون اهني انرسل الواجب لو نضغطه الحين ابي اشوفه كطالب انا اعرب الجملة وما في احد السلمة او حتى احد وصله اضغطه اكل احمد التفاحة اعرض لهم الدراسية لم يتم التسليم ما في احد استلم او انها دخل على الرابط مثل ما تشوفون هني لو اضغطها طبعا اني راح اعرض الكل راح يبين هني عندي مثل ما شرحت لكم انه في الفيديوهات الجاية راح يبين المهام اعرض المهام بيّنت المهام هني طبعا شرحت لكم طريقة المهمة الدراسية وشتون نسوي الواجب ونرسله الحين راح اشرح المهمة للاختبار اول ما نضغطه هني طبعا مثل ما تشوفون الملف اللي هو الحق الكوز العنوان مثلا اختبار 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 تعليمات مثلا اكتب بالتوفيق اقوان راح اعرض الخط او شي لازم احدد اعرض الخط وحطه معين مثل ما شفنا هني اكثر مرة نشرح لهم نشرحهم مثل نحطه باستخدام ملف من جوجل درايف او هم باليوتيوب كذلك انشاء اني مستندات ورسومات او اني ادرج ملف عفوا تحميل ملف من جوجل درايف او من الكمبيوتر والرابط انسخ رابط من اي مكان واحطه طبعا راح نضغط على خليكن رابحة هني نضغط على النماذج طبعا جوجل موفرها الخاصية هذي طبعا الخاصية هذي جدا جدا سهلة راح نضغط عليها اول ما نضغط راح يطلع لنا الخيار هذا اول شيء هني راح اكتب اختبار final الوصف مثلا الفصل الثاني الثاني هني انضيف سؤال مثلا اكلة احمد احمد التفاحة من هو الفاعل في الجملة جملة راح احط خيارات مثلا اول خيار راح اكتب التفاحة مثلا احمد اكلة اكلة الفاعل مثلا طبعا اهني اكلة اهي الاجابة الصحيحة عفوا احمد اهه الاجابة الصحيحة اللي هو الفاعل من اكلت تفاحة احمد اكلت تفاحة راح اضغط تم الحين انا باضيف مثلا اضيف صورة اقدر اضيف صورة حق اضيف صورة حق السؤال كله او اني اضيف صورة حق الاجابة بروحة هني اقدر الغي الاجابة اهه طبعا اهني النقاط مثلا اهني انا ما حطيت نقاط ابي اعدل عليها شوفوا اهني الخيارات المتعددة اه اه اجابات قصيرة ان تكون سطر فقرات تكون اه يعني على شكل فقرات خيارات متعددة مثل شوفوا اهني الدائرة أو إنها تكون المربع أو إنها تكون القائمة تكون شذي تحميل ملف أقدر أحمل ملف طبعا بخليه دائرة المقياس الخطي يكون شذي بس أنا ما أبي وشبكة مربعات نفسها التاريخ أقدر أضيف تاريخ مثلا في عام 1955 فهذا كله يخص أكثر شيء مادة التاريخ والجغرافيا الوقت أقدر أضيف في مادة الكيميا الفيزياء مادة العلوم أضيف أوقات أهني أنا أبي طبعا هذا السؤال يكون مطلوب أهني أنا أبي أضيف السؤال ثاني مثلا أذكري حروف الجر مثلا أذكري حروف الجر أشوف أهني مثلا حرف الجر هني إجابات أقدر أحط إجابات قصيرة أقدر أحط فقرة أقدر أكتب فقرة طويلة أقدر أحط مربعات هني اختيار مثلا ما شرحتها لكم مثلا أنا أبي مربعات متعددة خيار الأول مثلا في و عفوا عفوا هني السؤال راح يكون أختاري حروف الجر الصحيحة مثلا في والوا بالبعات أو إن لاتي إن أحط مسافة إن واللاتي وهؤلاء مثلا راح أحط خيارين فقط مفتاح الإجابة الصحيحة اللي هي في والبع وال راح أحط أقدر أكرر السؤال لو تلاحظون تكرر عندي السؤال مرتين أنا ما أبي السؤال يكون متكرر شديدة أحط نعم أحط أحط أحط